فاضر محمود طيب امبارح كان فيه علامة استفهام كبيرة جدا بطاف اتنوبة мной ورحت انا المجر حقاني دك دك امبارح كان فيه يعني امبارح كان فيه علامة استفهام كبيرة حوالين Mehnashur إمام warshur كان من أسوق مباراته إذا ما كانتش أسوق مباراة ليه على النادي الأهل من ساعة ما جاء بس السبب اللي إمام warshur كان وحش ليه بارح وقومه سببين السبب الأولاني أن إمام عشور كان بلعب عليه وحش في وسط الملعب اسمه مهند لاشين وأتمنى من كابتن حسام حسن أنه يبص عليه لأن رجل ده يستحق الانضمام لمنتخب مصر أنه عامل سيزون رائع مع نادي بيرامد والحاجة الثانية حالة إمام عشور البدنية واضح أنه فيها تراجع شوية وهنشوف باللقطات لأنه فيه كور دي بتاعت إمام وفيه كور برضه بتاعت مهند لاشين يتفرج عليه أنا هنا في ديف أول المباراة أول منادي الآلي هيقطع الكورة عاوزك تبص على إمام عشور بص مهند لاشين كل منادي الآلي هيمسك كورة تلاقي مهند لاشين ماسك إمام عشور ضله في أي حتة في الملعب عمل عليه بادي شيلدينج حجز على الكورة والكورة تقطعت تعالي نشوف الكورة اللي بعدها بص مهند لاشين ساب كل الملعب واقف مع إمام عشور فكل مهند لاشين يتحرك في حتة تلاقي مهند لاشين على طول بيقرب منه ومهند لاشين من اللعيبة الرخمة جدا بص يا كريم هنا أول ما إمام عشور هيستلم الكرة والكرة دي عجبتني جدا من مهند لاشين بص قطع الكرة إزاي ومهارت إمام عشور ولكن قدر يتغلب عليه وطلع من إمام عشور إزاي بص الراجل أملام من إمام عشور وطلع بالكرة وحط جسمه قوي جدا جدا مهند لاشين ومن لعيبة رائعة بصراحة ومن أفضل لعيبة خط وسط السنة دي في الدوري تعالي نتفرج على الكرة دي نفس الكلام هنا هذا دي إمام عشور لعب الكرة لكرة جماشية نكون كان للكرة اللي بعدها هنا نفس الكلام دي بقى الحاجات اللي كانت غريبة بقولك فيه تراجع بدن غريب لإمام عشور هنا إمام عشور برضو هياخد الكرة هيحاول يزق من مهند لاشين مهند لاشين هحط جسمه وكريم حافظ هيقطع الكرة كل ما إمام عشور ياخد الكرة مهند لاشين بيقطع منه الكرة طب إمام عشور حالته أخبارها إيه ما تيجي تبص على كرة كتيرة اللي كان بيتميز بها إمام عشور بص الكرة هنا هنا كريم في وقتها يلعب إمام عشور ات راجل تاني أسرع منه ودي نادرة ما تشوفه إمام عشور في الكرة اللي زي دي بيروح وياخد ويزق ويعدي الكرة دي برضو بص إمام عشور هنا إيه حسين الشحات هيسلم ليه إمام عشور الكرة بص إمام أما تجيله تاني بص وحش جدا من إمام عشور كل كور إمام عشور شوط الأولاني كادت بالشكل ده اللقطة دي بقى اللي جاية دي برضو بص هنا إمام سابق مصطفى فاتحي خد منه الكرة وزق الكرة من إمام عشور وقام رقص إمام عشور وقام عامل أوفر فهنا يعرفك إن ده مش إمام عشور حالته يعني مش بقطع فيه ولا بقولك حاجة بس أنا بتكلمك إن لا ده مش إمام ده مش إمام في الكور اللي زي دي يعني مثلا بص الكورة دي لما هنا طهر محمد طهر عدى كورة الكورة دي بتاعت إمام عشور لما طهر يلعب البص بالعرض لإمام عشور كورة اللي زي دي قدام منطقة الجزاء إمام عشور جون هو إمام عشور حاول يرقص ولكن بلوك بصراحة كان رائعا من محمود مرعي فاحنا هنا بنتكلم إن إمام عشور برحالته البدنية ما كانتش أفضل شيء وفي نفس الوقت مهنب لاشين لازم لازم ياخد حقه واحد من أفضل اللاعبين الصراحة السنة